السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الرياضية الاسبوعية النهاردة طبعا احنا اتفرجنا على الفيديو الفيديو ده احنا هدفه حاجة واحدة اللي احنا نلعب بشكل سليم مش بشكل خاطئ لان احنا على فكرة بنعاني في الموضوع ده بقى فترة كبيرة جدا يعني من اول ما بتدينا لعبة بنلاقي الناس بتلعب غلط كتير طيب بالنسبة للناس اللي بتلعب غلط بشكل غلط ده فيه نقطتين مهمين جدا ايه مشكلة لما احنا نلعب بشكل خطأ هيحصل ايه يعني ايه المشكلة اللي هتقابلنا فيه عندنا مثلا فيه صعوبة في الزيادة زيادة العضلة مش هتزيد النمو مش هيقف هيبقى فيه مشكلة في النمو حاجة تاني برضو الممكن مثلا يحصل لك اصابة الاصابة دي هتخليك ما تلعبش تاني تعتزل فدولة حاجتين مهمين جدا فيه عندنا برضو ايه المشكلة اللي بتخلينا نلعب بشكل خاطئ احنا عندنا برضو حاجتين عيب مدرب بيبقى فيه مدرب برضو لسه مش مهيق كتدريب اللي هو يدرب لعيبة فطبعا بيدرب اي كلام فاللعيب بياخد التمرين ده بيتمرم بشكل خاطئ بيبدأ طول العمر بيلعب به بشكل خاطئ فدي طبعا كرسة برضو مشكلة كديرة بس فدلوقتي برضو فيه عندنا ملحوظة برضو احنا قلنا فيه برضو الاوزان فيه مشكلة بالنسبة للاوزان الناس بتبعي عاوزة تلعب باوزان تقيلة طبعا لما يجي نلعب باوزان تقيلة دي هتعمل لنا اصابات واوزان التقيلة احنا هننزل برضو يا جماعة نفرق بين كمان الاجسام ونفرق بين رفع الاسكار رفع الاسكار احنا بنشيل حاجة بوزن تقيل دي دي احنا محتاجين كده لكن كمان الاجسام دي مش شرط احنا نلعب باوزان تقيلة لا لا يعني الاوزان الخفيفة هستعيدنا بشكل كدير ومش يبقى فيه اصابات وديها تبقى حاجة برضو محبزة لنا ودي اللي احنا عاوزين يعني نيجي طبعا للموضوع التاني والفقرة اللي هي الموجودة التانية معنا النهاردة بطل في الاراضة وفي العزيمة زو كدرات خاصة وحاصل على مدنيات زهبية في كرة القدم في ألعاب القوة وايضا كان مشترك في حفل قادرون والرئيس السيسي كرامو برضو البطل معنا عبد الرحمن عادل ازاك عبد الرحمن؟ الحمد لله ومعنا الست الولدة الاستاذة السامية السيد اهلا بحردك اهلا بحردك اهلا بحردك كنت عاوز الاول عبد الرحمن اسألك على حاجة مهمة جدا بالنسبة لل انت البطولات اللي انت خدتها بالنسبة للبطولات اللي انت خدتها تقدر تقول لي البطولات انت خدتها عبارة عن ايه؟ يعني مثلا في كرة القدمة بخدت مثلا كم بطولة او كم مدليا? خمسة. خدت خمسة? اه. خمسة البرونيس. وبالنسبة لالعاب الكوة? حداشر. حداشر? طب وبالنسبة? ستة دهب واربعة فض. ستة دهب? واربعة فض. وفي انا سمعت اللي هو اخذ حاجة تاني يعني لعب لعبة تانية غير العب دي? ما هي اللعبة التانية العب الكوة اللي هو والتتابع. حاجة اسمها تتابع. اه انا فترة اشترك في حاجة تخص الفن يعني مسرحياتها كلا? اه 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 مشترك مع الفنانة الكبيرة الدكتورة اه علالحفني. معانا استأذنك معانا كابتن عبد الرحمن كابتن عبد الرحمن شرب. كلام عليكم. عليكم السلام ازاك يا كابتن? ازاك كابتن طارق ازاك حضرتك? اخبار حضرتك ايه? الله يخليك فن ازاك حضرتك. احنا اسمعنا لانت نول تشرف تدريب موتخم مصر الكبير الاجسام? ربنا خليك فنم الله يبارك فيك اولا. انا في الحمد لله بقيت مدرب منتخب مصر. قد له الدكتور عدل باشر عين. رئيس الاتحاد. والله يعني انا اولا برحب بالكابتن عبد الرحمن مع حضرتك. اه رب حضرتك. اه وبقول له كامل مشوارك ربنا يتريمك. ان شاء الله. والحمد لله النهاردة كان في بطولة الشركات اه بجول صعيف في نادي السلام. اه. وان شاء الله. اه. طيب بالنسبة للبطولات اه في بطولات انتوا بتساعدوا ليها قريب? ان شاء الله ان شاء الله بطولة العالم. اه. بطولة العالم هتكون في اسبانيا. ان شهر 11 قادم. شامل. ومشارك بها ومنتخب مصر. بكمل سكوف ان شاء الله. اسادزة وانشقين. مم. وبعدها هيكون في بطولة مصر بطولة دايمون كاب. مم. اه. في شهر اه اتنين القادم. تمام يا كابتن وان شاء الله اه تشرفنا في الحلقات القادمة بازل الله. ده شرف لي ان ما يكون مع حضرتك يا كابتن طادي. شكرين اه ما كتش. اه حضرتك اتشفت الموهبة في عبر رحمان ازاي? اه. اه. والي هو اللي كان اساسا الموهبة دي كانت عنده بالاول. لا انا اكتشفت الموهبة لما وديته فرصاني التحدي. اه. فكان فيه عندنا نادي جنبينا نادي شاء نادي عين شمس. اه. فوديته يلعب كراتيه. اه. فاخد لحد الدرجة التالتة في الحزام الاورانج. اللي هو البرتقاني. اه. فاجيه بقى الصرعة بتاعته كوية عن النور ما هو كان معه نورمن. ايو ايو. اه. اولاد عاديين. فهو صحته بقى قوية عن اه اللي معاه. فقالله لازم يتدرب بقى في مكان اه. يكون من سنه او من دوره. اه. يكون حاجة يعني يطلع الطاقة اللي عنده. والقوة اللي عنده فيها يعني. هل ده هتبقى يعني قوية عليه. وتخليه عنيف اكتر. هل وجدت صعوبة في البدايات لما ابتدى اللعب والرياضة وكلام ده قليت. كان في صعوبة ولا كان الدنيا كانت سهلة وكلمة. لا الدنيا كانت سهلة بالنسبة ان احنا كده كده اعضاء في مركز شباب الجزيرة. تبير. فالدنيا كانت سهلة معنا. كان معنا اول اه. حد كان اول ما تفتحت في شباب الجزيرة. كان الكابتن كريم المصر اللي ما تسيبه الخير. اه. نزله اسباحة. ونزله قرة سلة. ولما هو ملقاش نفسه فيهم. فطلع كرة القدم. فلم. اه معاك اه. فلما ملقاش برضو نفسه في كرة القدم. اه. راح العاب قوة. اه. دلوقتي بقى نفسه فيها دلوقتي بلعب. اه. خد. بلعب ربعمية. وتمنمية. والف وخمسمية كان بطلع على شباب الجزيرة. الف وخمسمية الاول على طول. بقى ما تلات سنية. بيبقى عنده صعوبة المدرب. لما بيجي الدرابة. في صعوبة ولا الدنيا بتوقع سهلة. لا. هل هو بيبقى مدرب مختص لل. لا. هو مدرب بيختص. مدرب مختص ليهم. وهو دارس اصلا الحاجة بتاعتهم. ودارسهم عشان كده يفاهمهم. يعني بيفاهم كل واحدة على قدراته العقلية. اه. بيحاول ما بيحامي عليهم. بيحاجة عليهم. بيدربهم بانتظام. بيدربهم باحترام. اه. كل واحد بيجري بالطايم بتاعه. اللي بيجري مية. واللي بيجري ميتين. واللي بيجري ربعمية. واللي بيجري تمنمية. ويعني اعلى حاجة بقى كان هو عبدالرحمن الف ونصف. هو وعيد اسم حمد ربيع كمال معي. هم ودولة كانوا بيجري. بعيدة عن الرياضة. ايه المشاكل اللي بتقابلك في الحياة مع عبدالرحمن. اللي بتقابلني في الحياة اه. دلوقتي كان خدمته المتكاملة اللي هو هتعمل ده. ما تنفذش بيه اي حاجة اصلا. نهائي. هم. وروح تعمل له اختبار زكاية كان عازينه. روح تعملهله. قال للدكتور المخ وعصاب قال لي لا الكرنية ده ماروش اهمية عندنا. روح تعملي اختبار زكاية تاني. اه. تاني حاجة الاوتوبسات لما بنركبها. اه. دلوقتي يقول لي انا ما اقول له انا اطلع له الكرنية و انا معي الكرنية اصلا مكتوب في بالمرافق. تاني. يقول لي لا دا ما اعترفش بيه. روحي الهيئة اعمليلي الكرنية اه هيئة. اروحي الهيئة اقول لي لا اقدر الحرك بس. طب الحركة بس طب الحركة ده. الحركة يعني حلو شوية وفاهم. ده مش فاهم. فعايز مرافق معي. فانا قول لي السواء يعني ده يعني محتاج المرافق اكتر. يقول خلاص نزلي بقى روح الشؤون الاجتماعية يجيبي طبعا هترقف بحالتك وترقف بحضرتك وهدفعك انت وهو هسيبه يعني انت ادفعي وهو هسيبه يتنزلي فده طبعا حرام احنا طبعا من نشد المشؤولين طبعا اللي هم يحلوا المشكلة دي لان المشكلة دي بتقراره بشكل كبير فطبعا انا اعتذر الحلقة خلصت كنت عاوزة اسألك اسئلة كتير جدا شكرا عبر رحمن الف شكر وربنا يزيدك ربنا يخليك يا زو سامي الله يخلي حددك احنا الوقت البرامج خلص للأسف انتظرونا السبت القادم الاتين القادم الساعة الاتين القادم الساعة تمانية مساء دونتم في رعاية الله